وأهلا بكم في مجزل أهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية أعلن اتحاد الكرة اجتمال صفوف المنتخب الوطني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن بعد انضمام نجوم المنتخب الوطني المحترفين في الخارج وعلى رأسهم أحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجي ومصطفى محمد وعمر مرموش لصفوف معسكر منتخب مصر والمقام بالقاهرة في إطار الاستعداد لبطولة جأس عاصمة مصر اللي بيضم منتخبات نيوزيلندا وكرواتيا وتونس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن أن بطولة كأس عاصمة مصر الودية ضمن مشروع فيفا سيريز لتنظيم مباريات ودية بين منتخبات منقرات مختلفة ونشرت الفيفا عبر موقعها الرسمي على فيسبوك ترحيب بانضمام المضيف الخامس لسلسلة الفيفا المنتخب الأولمبي لكرة القدم أدى تدريبه الأول في مدينة الإحساء استعدادا للقاء المنتخب الإماراتي غدا ببطولة غرب أسيا ضمن استعدادات المنتخب لدورة الألعاب الأولمبية باريس 20-24 واكتملت عناصر المنتخب الأولمبي في التدريبات البرتغالي جوزيك جوماز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات على ملعب النادي استعدادا لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور ربع نهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية وحرص المدير الفني على مطالبة اللاعبين بالتركيز الفترة الحالية واستغلال فترة التوقف بالشكل الأمثل وشرح جوزيك جوماز بعض التعليمات الفنية لللاعبين لتنفذها المنتخب المصري للهوكي فاز على نيجيريا بنتيجة 5-4 في دورة الألعاب الأفريقية واللي بتقام بمدينة أكرا الغانية وتستمر لغاية يوم 24 مارس ويلتقي منتخب مصر مع نظير وغانا يوم الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش بي اس اي أعلنت التصنيف الجديد في شهر مارس الجاري وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب ودي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال للأسبوع لـ 42 على التوالي والأسبوع رقم 200 في تاريخه كمان أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش بي اس اي التصنيف الجديد في شهر مارس الجاري وحافظة نور الشربيني لعبة سبورتينج على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع 29 على التوالي والـ 239 في تاريخها بينما استقرت هانيا الحمامي في الوصافة ونوران جوهر في المركز الثالث كمان استقارت نور الطيب في التصنيف الخير السادس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أعلن بشكل رسمي استبعاد الأسطورة ليونال ماسي من معسكر التانجو في أمريكا بسبب الصبت في أوطار الرقبة اليمنى واللي اتعرض لها مع فريقه أنتر ميامي الأمريكي رأسة منتخب تونس وسط للقاهرة للمشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر الدولية واللي هتقام في الفترة من 22 مارس وحتى 26 من الشهر الجاري بمشاركة أربع منتخبات هي مصر وكرواتيا ونيوزيلاندا بخلاف تونس خلصت نشرتنا الرياضية وهنعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر شكراً لك يا هالا